بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة الوقف الاختياري وتعريفه أن يقصد الوقف لذاته من غير سبب أي من غير ضرورة تعليمية ومن غير عطف للقراءات كما مر في الوقف الانتظاري ومن غير طروق سبب ملجئ إذن وقف مختارا بدون أي سبب هذا الوقف له أقسام أربعة أولا الوقف التام وهو أن يقف على ما تم معناه أي أعطانا معنا تاما وجملة مفيدة ثم ليس له تعلق بما بعده لا لفظا أي لا من ناحية الإعراب كالتعلق بين المبتدأ وخبره والفعل وفاعله والصفة والموصوف ولا من ناحية المعنى حيث كان وقوفه عند معنى غير المعنى الذي سيبدأ به بعد الوقف ونسمي هذا الوقف الوقف التام ومواطن هذا الوقف أواخر القصص وأواخر المواضيع كما يكون أيضا بأواخر السور ومثال أواخر القصص كما نعلم عندما تنتهي قصة نبي وتبدأ قصة نبي آخر فهذا الوقف يسمى تاما أما بالمواضيع فتكون الآيات تتكلم عن الصلاة مثلا ثم تتكلم بعد ذلك عن الصيام وأما من ناحية السور فملاحظ ومعروف مثال هذا الوقف في سورة البقرة بالصفحة الأولى عند قوله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حيث قد تكلم القرآن عن المتقين وصفاتهم ثم انتهى بجزائهم وأنهم هم المفلحون ثم كان الحديث بعدها إن الذين كفروا فقوله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هذا وقف تام ثم نتابع الآيات إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وانتهى الحديث عن الكافرين فهذا هو الوقف التام حكمه يعتبر هذا الوقف من أجود أنواع الوقف ويحسن اللقوف عليه والبدء بما بعده دون إعادة دون إعادة النوع الثاني من أنواع الوقف وهو الوقف الكافي وتعريفه أن يقف على ما تم معناه ولكن يتعلق بما بعده من ناحية المعنى فقط لا من ناحية اللفظ ومثاله كما مثلنا بأول سورة البقرة بالصفحة الأولى عندما يقرأ لا ريب فيه هدى للمتقين هذا وقف كافي وبعده كذلك الذين يؤمنون بالغيب أيضا كافي ويقيمون الصلاة أيضا كافي ولكن تتفاوت الكفاية تتفاوت الكفاية بين المكان الأول والمكان الثاني والمكان الثالث كذلك نضرب مثالا آخر عند قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهذه جملة أعطتنا معنا تاما ولكنها متعلقة بما بعدها لا من ناحية اللفظ ولكن من ناحية المعنى فلذلك تتفاضل في الكفاية عند آخر الآية فالأفضل أن تقف عند قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إذن هذا من ناحية النوع الثاني من أنواع الوقف الاختياري وهو الوقف الكافي والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر